السلام عليكم معاكم محمد اسامة على قناتكم Be the first خليك الاول هنبدأ بقى نشتغل مع بعض دلوقتي revision على عيانة 7 and 8 تاني عدده وطبعا هنحل مع بعض سؤال الـ choose واحنا عارفين كويس او اولاد ان سؤال الـ choose دايما افضل طريقة لي ان احنا بنلعب على الـ deletion ده معناها الاستبعاد يعني الاستبعاد يا مستر معناها ان الكلمة اشوف الـ choice بتاعتي الاول وبعدين ابدأ اشوف اللي ما يتعيش حاولوا كده اولاد توقفوا انتو الفيديو الاول وبعدين تبدأوا تشتغلوا ونشوف ونصحح مع بعض واعرفني ابتكام طبعا ده هنبدأ كده بيونة 7 هنبدأ على الكلمات لو جيت قلتلك if the shops close لو المحلات قفلت then lots of other not like coffee والclosed to طبعا الاجابة بتاعتي هتبقى businesses اللي هي المحل المحل التجارية او العمال او الاشغال التانية the road is not big enough الطريق مش كبير قوي for cars للعربية but you can go down خلي بالك هنا عشان فيه لاب بتفتكر ان go down date معناها ينزل لتحت لأ هنا معناها يمشي في الطريق او يسير on a motorbike متقول ليش train لان train دوت اللي هو القطار ده مش تحت ولا plane طبعا لان انت مش هتطير يعني طيب do you think هنا عندي think do you think that the weather will get hotter in the future او do you معلش هنا بقى النقط تبقى الاجابة بتاعتي predict predict معناها يتنبأ do you think there will be many نقط in your english homework طبعا الاجابة تبقى corrections تفتكر هيكون في تصحيحات او تعديلات كتير I would like to note the phone for a new one that is not damaged يبقى انا هنا عايزة بدل طبعا ده هو تجيلي في الدرس اللي هو بتاع اللي بطلب العاب وتلعد غلط الليل حاجات اللي بتيجي online day يبقى change I would like to تعالي نيجي كده على جنب برغم ان احنا في الكلمات بس ناخد قاعدة سريعة would like اولاد معناها يريد او يحب وخلي بيا اللي بيجي وراها to وبعديها فعلة في المصدر لكن like بس بيجي بعديها ing I would like to note a machine to dot tidy my bedroom طبعا تبقى invent invent ديت معناها يخترع وخلي بالك invite معناها يدرع I think it is not to travel in time it can't happen هنا بقولك it can't happen لايمكن يبقى الاجابة بتاعتك بتساوي لايمكن impossible we can only travel through noot not time بنسافر عن طريق space الفضاء you shouldn't not outside for too long if it's very hot in the desert ما تعملش ايه بره كتير تبقى stay طبعا مش هتعوم في الصحراء if you don't note the lesson you should tell the teacher لو انت معملش ايه للدرس طبعا understand I like to wear my noot on the bus to listen to music عايز اسمع مازيكة يبقى بلبس الهيت فوم this message is written in German الرسالة دي مكتوبة بالالماني can you translate او translate اللي تنصح a noot are like planes حاجة كده عملة زي الطيرات but they do not have wings ما فهمش اجنحة تبقى helicopters لان هنا بيقول لي ما عندهمش اجنحة I have many noot on my phone like facebook sound clown واتع طبعا اللي جابة بتاعتي تبقى apps اللي هي اختصار لكلمة application the internet is one of the greatest noot of the time one of the greatest inventions الاختراعات scientist will not a car that doesn't make any pollution in the future العلماء هيعملوا ايه هي invent يعني هي invent mister معناهم ان هم ها يخترعوا some birds have strong noots so they can fly for a long distance عندهم strong wings wings معناها اجنحة my teacher always asks me دايما ان فارس بيطلب مني to write the noot of any project to write the resources المصادر يبقى resources يا ولاد معناها المصادر all the cars and factory rubbish العربيات القديمة وقمامة المصانع cause the problem of بيعملوا مشكلة التلوث الجملة ديت مهمة اوي موجودة عندنا في reading بعد كده الجملة ديت برضو مهمة اوي يبقى we have احفظ لكلمة have more choices معناها لديه اختيارات كثيرة people use blanks الناس بتستخدم البلانكت اللي هي البطاطين to feel عشان تحس بايه in cold weather وما ادفع ايمن give an opinion ايمن اعترق بط اشرف خلي بالك انت عندك هنا but لكن اشرف disagreed رفض طب ليه مستر لان انا عندي الناحة التانية but ففي الحالة ديت لازم اقولها disagreed I would like to note my new photos with my friends on the internet يبقى انا خلي بالي I would like to note my photos share معناها يشارك It's not today I think it's going to rain طبعا الاجابة هنا خلي بالك It's going to rain هتمطر يبقى كلاودي معناها مليئة بالسحاب الكلمات مهمة جدا جدا يا ولاد I can't find my watch مش لقى الساعة بتاعت ايه اللي حصل لها disappeared اختفت يبقى ديت معناها اختفت وانا got to bad لما بروح انام I turn my phone بعمل ايه في التليفون I turn it off خلي بالك انت عندك كلمة turn on معناها يفتح turn وخلي بالك double F معناها يقفل You should not break after sitting on a computer for a long time يبقى you should have a break معناها انك تستريح Looking at a computer for a long time looking at a computer انك تبص على الكمبيوتر for a long time can give خلي بالك عندك كلمة give هنا give hadic معناها يسبب صداع يبقى خلي بالك عشان ممكن يجيب لك النقط على give يبقى انا هحط hadic My grandchildren اطفالي او احفادي Are completely not to computer games مالهم Addicted معناها ها مدمن Students aren't not to talk during exam خلي بالك هنا الطلاب aren't not to talk during exam aren't allowed غير مسمح لهم ان هما يتكلموا اثناء الامتحان There are lots of not in factories المصنع فيه يا شباب في machines آلات I come to see the helicopter انا مش شايف الهليكوبتر الا حصلها برضو Disappeared behind the trees اختفت خلف الاشجار The not phone off When you are at the lesson ايه غش من فوق تبقى turn Turn Listen to loud music through Headphones can damage your هيأثر على Hearing على السمع بتاع طيب ناخد بقى الجزء بتاع grammar بتاع اغششك كده على السريع عندك will Want اللي اتنين دول بيجي وراهم الفعل في المصدر وعندك يا cdf طبعا احنا بنراجع بيجي بعديها present sample مضارع بسيط والجملة التانية خلي بالك will plus infinitive present sample دوت ما تنساش مع هي وشي وات هنحط الهود اس او اي اس او اي اس لكن مع اي وي وي ودي هم حطت على طول الفعل في المصدر وكمان عندي if هيجي برضو بعديها present sample خلي بالك بقى الجملة التانية should والمصدر يبقى ده مهمة اوي بالنسبالي ان انا لازم اخد بالي من will want هيجي وراها الفعل في المصدر وif هيجي بعديها present sample والجملة التانية will والمصدر او should و shouldn't وحط الفعل في المصدر خلي بالي من حاجة زي كده اولي طب لو if جاد في النص اعكس يعني ايه اعكس يعني حط will وبعد المصدر وبعد كده if وبعدها present sample ركز في حاجة زي كده كويس اولي طيب تعال نشوف what invention الاختراع the hope عندك hope حط will وانت مغمى ادي واحد يبقى اول حاجة عندي hope هنجمع كل الكلمات دي بقى I think عندك think حط think شكرا اثنين the helicopter will be do you predict هل تتوقع يبقى انا هنا عندي predict حط will get life not easier in the future عندك in the future will be جمع يبقى انا هنا عندي in the future في المستقبل five shops close in the next ten years في العشر سنين اللي جاية برضو will I hope عندك hope will earn I agree that the jacket won't عندك won't يبقى اجري هنا مصدر مين بي اهي بي اهي مش عارف مين people think that ايجبت مش عارف ايه عندك مثلا مين او ايه او hope عندك هنا hope تبقى will become do you think there عندك there حط will be على طول شايف بقى حلة نفسها عندك will تطور على المصدر if ادي قاعدة ايه if i help my mother at the weekend لو انا ساعدت الماما في ال weekend she not have more free time انا هنا عندي if جيب عاديها present simple طب يبقى الايجابة انها حالت تانية will طب ليه يا مستر مش شود اقول له انا هنا عندي شود ديت ياولاد هستخدمها في النصيحة طيب انا هنا ما عنديش نصيحة خلاص يبقى will انا بتوقع شيء if i not to the shops i will خلاص عندك if هات اللي وراها عندي i هنا يبقى انا بدور على الفعل في المصدر يبقى الايجابة بتاعتي go what close if it is cold حلوة او الجملة ديت what close طيب ده سؤال طب لما يكون عندي سؤال يبقى همشي على w-h وبعدين will ركز وبعدين subject ركزي اكتر وبعدين infinitive وبعدها if وبعدها على طول present simple المضارع البسيط هنا what close يبقى فين بقى will i wear مش موجودة يبقى هنا في i يبقى will i wear يبقى ادية الايجابة بتاعتي اخلي بالي ان الخطوات مهمة جدا يا شباب when huda مين when دي يا مستر when دي يا حبيبي هي هي if يعني انا ممكن اشيل او ممكن يكون عندي if او when نفس الفكرة هيجي بعديها present sample والجملة التانية برضو will والمصدر اخد بالي من ده يبقى when huda not she will طب my huda ديت اللي هي بالنسبة لي she يبقى الإجابة بتاعتي if there is fish in the supermarket i know of a kilo انت عندك هنا if ندور على الجملة التانية will والمصدر will buy يبقى خلي بالك شوف الجملة التانية تانية tomorrow بكرة if the weather عندك بكرة ماشي ماله fine we will go out بصي سيدي مشكلتنا ان احنا على طول بنجري على b لا انت عندك bd هتيجي امتى ولاد هيجي لو قبليها will طب تعالك بتفسص القعدة انت عندك if هيجي بعديها مدارع بسيط bd في المدارع البسيط حاجة من التلاتة يا اما am يا اما is يا اما على حسب الفاعل اللي عندك عندك دا whether دا اللي هو it يبقى is على طول تركز في dd كويس اول what not if it rains السؤال يبقى what will happen طب ليه مستفل لان if النص واحنا لسه اقلين من سيكة ان انت عندك what او wh بعدين will بعدين بكرة when i am 21 لما يبقى عندي اتناشر واحد عشرين سنة i not a car will buy لاني بتكلم في المستقبل سألي sad if she fails عندك if النص اعكس الجملة يبقى ولو المصدر you not tell a parent or teacher if you feel word عندك if مدارع بسيط الجملة التانية يا اما واليا اما should هبقى بالمعنى يبقى انت ينبغي انك تقول للمدرس او لبعدين لبعدين you shouldn't watch videos on the internet of your head حلو عندي هنا if هتجيب وراها مدارع بسيط طيب مدارع بسيط عندك هل دوت اللي هي it تبقى الاجابة بتاعتي hurts نقطة نقطة swim in the sea if it is very cold جو برد يبقى shouldn't should i عندي should وراها مصدر stay when you not tired حلو قوي وين ديت برضو اللي هي if you tired you should have a break b غلط ليه ما احنا قلنا ان قوت انت عندك b يما am يما is يما are على حسب الفاعل اللي قدامك عندك هنا you يبقى الاجابة بتاعتي are she not blame the street when it gets dark طب اقولها ازاي بقى ما هي when diet برضو اللي هي if لما الدنيا تضلم تلعب ولا ما تلعبش تلعبش يبقى shouldn't طيب تعالوا بقى نبدأ مع بعض كلمات يامنة eight the small amount كمية الصغيرة من الطعام some eating between meals بين الوجبات is called اسمه snack وجبة خفيفة وخلي بالك سنيك دي معناها الطعبان نقط means having something that makes you ill when you eat or touch it بتحس ان انت كده عندك حساسية allergic حل we love chicken and rice بتحب الرز والفراغ they are delicious لذيذ many people like common not such as ginger and cinnamon بتحب الناس اللي بتحب الناس بتحب اللي ايه بتحب الحاجات اللي زي الايه ها cinnamon والكلام ده كله دول اسمهم ايه spices اللي هي التوابن بتخلي بالكو جماعة من pieces 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 رمح you cook you cook حووشي اين ده بتحط الحووشي oven هيتر ده اللي هي الغلية means very nice to eat كلمة كده معناها ان هي حدا حلوة او انها بتاكلها تبقى delicious مش عارف من a lot of fish because it helps to make ها بتساعدها ان هي بتحب تاكل سمك علشان تبقى strong اشتخينا طبعا many places people use fava beans to make بيستخدموا الفava beans علشان يعملوا ها الفلافل حلو فلافل is very not in Egypt طبعا قبلة طعمية my sister will do that نقط after meals هي اللي تعمل ايه عارفين انتو الخناء اللي يبتعت الموعين مين علي الموعين هي دي هي بقى هي بقى is allergic nuts خلي بالك الكلمة دية allergic بيجي معها to هي allergic to على طول عندها حاسية g او mini a lot of fruit and vegetables are good النقط خلي بالك عندك good بيجي بعديها حاجة من الاثنين يا اما هقول يا ولاد good act يا اما هقول good for طب هتفرق ازاي مستفى good act ديت هيجي بعديها اما noun يا اما هيجي بعديها ing لكن good for good for you good for you سايب عديها ضمير خلي بالك من الاثنين دور we can't drink sweet sea water مش هيمتع نشرب المية بتاعت البحر لان هي طبعا صوتي ملحة eating pasta and ice gives us اكل الماكارونا we the ice بيدينا ايه بيدينا ايه يا جماعة بيدينا ايه طبعا انرجي بيدينا طاقة كيكس شوكولت and بيسكتز have a lot of نقط and sugar فيهم ايه فيهم دهون عايزة تبقى healthy صحية i'm not to fish when i eat it it makes me ill allergic يعني بيبقى عندي حسية من السنة النقط الساموان who is between 13 و 19 سنة انا عارف ان انت وقرتوها كده teenager after athletics نقط my friend and i sometimes get some fast food بناخد واجبات سريعة يبقى التمرين بتاع العاب القوة جملة دي مهمة products like milk and cheese and help us to have strong bones طبعا تبقى dairy خلي بالي يا ولاد انت عندك كلمة diary وعندك كلمة diary diary معناها مفكرة لكن diary معناها منتجات البان فكز put milk in the fridge to keep it هنخلي ايه هنخلي ايه اللبن نحط في التلاجع عشان نخلي ايه fresh يفضل طازع ما يبص يعني the new restaurant not a breakfast and lunch only serve معناها يقدمي not to exit a bowl with the latter milk to make an a light يبقى طبعا beat اخفق the note for making pizza was easy تخلي بالك من الجملة ديت انا عايز اقولك الوصفة تبقى recipe اللي هي الوصفة طيب meat cheese and nuts have نقط نقط انزم طبعا الاسئلة ديت يا جماعة من كتاب المعاصر وكمان من كتاب المدرسة وطبعا من مستر محمد حر meat cheese and nuts have not انزم فيهم طبعا بروتين please some tea into my cup تعال اديك حكتة كده في الجرامر عندك جزء الفليون الدوت اللي هو بتاع الامبراتد اللي هو يا شباب الأمر الأمر دوت لازم تبقى عارف ان sentence او ان الجملة starts تبدأ with infinitive يعني الجملة تبدأ بالفعل في المصدر يبقى هنا الجملة تبدأ بالمصدر او تبقى some tea into my cup بور صب او سكب when the omelette is ready take it out of the frying pan خرجوا من الطاصة put the eggs in the bowl and beat them with قلبهم به spoon اعرف واحد كتبها لي فضر ريشا we know things when we put them in our mouth ايه اللي بيحصل taste بنتزوق which of these types اي من هذه الانواع food doesn't have much protein ما فهاش بروتين a protein humans have 210 210 210 in their bodies اكيد معنومش 210 شعراية بس تبقى bones عظام the teacher asked the people to not their books out خلي بالك انت عندك كيفنة take out على بعضها معناها يخرج يبقى ديت معناها ولاد يخرج only eat food don't eat canned food canned food معناها اللي هو الاكل المعبق يبقى تاكل اكل طازع i don't like fried eggs مش بحبهم كده i like them boiled بحبهم مقليين او اللي هو المسلوق يعني ده مقلي وده مسلوق some people don't want to eat durian fruits because they're not terrible فان هما ريحتهم محشا وممكن والله تيست بس هي ايه مش بيحب بغفلوها عشان ريحتهم محشا you should be careful when you use that لازم تاخد بالك وانت بتستخدر the knife مش the knife لازم ناخد بالك ويسا the grammar 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 بتعليون الدوت سهل خالص بيكلم على حاجة اسمها countable noun الاسماء التي تعد الاسماء التي لا تعد بس هؤلاء في الـ countable noun في الغالب في الغالب بيكون اخر اس مع عادة كم نبقيكم ناس من رجال children اطفال وفي كتير طبعا الـ uncountable noun ما ينفعش احط فيه اس زي صوت water خلي بالك بقى من اللي جاي ديت money uncountable خلي بالك news الاخبار uncountable خد بالك information المعلومات uncountable اخر واحدة بقى معايا الـ advice اللي هي النصيحة uncountable طب لو انا عايز اقول خبر او معلومة او نصيحة هقوم اي لابليها a piece of اي حاجة من التلاتة بقى يما news يما information يما advice قال لك يا سيدي كمان مع الـ countable noun ممكن ناخد كلمة mini ومعاها فيه mini يعني كتير وفيه يعني اقل لكن هنا النحة التانية هناخد much وكمان يا سيدي هناخد little طيب والسحابة الفضيعة دي بقى عندك هنا كلمة lots of كثير من we a lot of كثير من برضو وكمان عندك more وعندك some وعندك any كل دول يجوا مع الـ countable والـ uncountable طب افكرك بقى بسرعة كده باستخدامه السم وany على السريع برضو يبقى دي some وأدي any طبعا انت عارف ان any معناها اي تيجي في النفي والـ question والسؤال تيجي في ثلاث حاجات يا بنا تيجي في الجملة لما اجا اقول مثلا i have some money يعني انا معايا فلوس هات شوية الله يبارك لك وتيجي في العرض يعني مسلا لما اجا اقول لك ايه would you like some juice تحبت الشاب عصير ياريت يا جماعة شوية would you like some juice وتيجي في الطلب لما اجا اقول لك مسلا i want some money اجي نفليت شوية فلوسة الله يبارك لك يبقى خلي بالك من الثلاث حاجات دول وخلي بالي قوي من الفكرة بتاعة العرض دي تعال نشوف there are not grapes بص انا حطيت الاس همي فين حطيته في الاس يعني ده بالنسبالي countable would you like some هنا بقول لك there are not grapes left would you like some grapes they are countable or uncountable countable نعم شيء اللي ما يفعش ما يفعش دي وما يفعش دي طب a lot هيجي بعديها of يبقى لجرد a few would you like بس 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 عندك هنا would you like كمل salt salt ده ملح ما تنفعش مني ما تنفعش يا سيدي برضو a few يبقى لك خلاص several مش عندك الملحة شكرا she is allergic to nuts هي عندها حسية so she doesn't eat عشان كده ما تتكلش اني تكلش اصلا i don't like to have not salt in my food الصلت ده uncountable يبقى نفعش ولا ميني ولا سيبرال طب انا هنا عندي i don't like to have دية منفية مستر يبقى اللي جاء بتعطي اني شفت انا بحل ازاي عايزك تفكر ازاي ما تفكر i have not free time for hobbies because i work a lot free time او مفعش اس يبقى دية بالنسبة لي uncountable يبقى ما تنفعش a few ولا مني تعالى بقى تيجي بالمعنى i have free time كمل شغال كتير يبقى انا عندي وقته اللي would you like خلي بالك بدأت bud يبدور على some my mother didn't خلي بالك عندك didn't تدور على any there are notebooks اخرها اس يبقى ما تنفعش ولا much ولا little طب هنا عندي any سؤال ونفي ما تنفعنيش يبقى الاجابة بتاعتي lots of نقط you like for breakfast yes i want طيب هنا عندي you like يبقى don't put too much sugar ما تحطوا السكر كتير الله يبارك لك i like in my tea طيب sugar دوت uncountable يبقى ما تنفع لا هي تنفع على لوت بس ما عنديش all ما تنفعش مني ولا a few يبقى little الحل بالاستبعاد هي رياحة كثيرا there are اهي people people countable now in the museum today يبقى a few طب لي ya mister لاني people بالنسبة لي اولاد جمع والله اسم جمع نكمن there is not milk in the fridge milk uncountable ما تنفعش اني لانه ولا سؤال ولا نافي طب هنا مني ما تنفعش there is ممكن اقول على فكرة هنا تمشي some وتمشي much الاتنين صحة بس خليها صمت مش عارف ليه بس خليها صمت اخفق جاه فعلي في المصدر نقط the knife to chop vegetables use وخلي بالي اولاد كلمة chop بتيجي مع vegetables وكلمة slice تيجي مع كلمة fruit والاتنين معناهم يقطع بس تاخد بالك كويس قوي ان دي بتيجي مع ايه وديب بتيجي مع ايه ديت مهمة قوي بالنسبة لي wash some beans هنا الجملة بدأ بالمصدر and كمل مصدر put نقط full مدمس مصدر على طول serve كمل بقى كل مصدر طب ليه يا مستر طالما الجملة بدأ بخلاص احنا قلنا الانفناتب لو هو الامر طب لو عايزا في عايزا في يا مستر هستخدم don't plus infinitive حط وراها don't وبعضيها الفعلة في المصدر هبقى طول to make a video call المصدر turn I don't like this soup there is two not salt in it salt and counter وما بحبوش يبقى فيه كتير have some more sugar please there is not in this tea طب اقولها ازاي بقى اه انا هنا عندي in this tea وبكلم على الشجر طب هقولها ازاي can I have some more sugar عايز تاني يبقى اللي موجود دلوقتي ماله too much كتير قوي لا مش هاقوز too many كتير برضو يبقى there is not enough يعني مفيش كتير هسيب لك بقى دول home working مستر انت ليه بقت تدينا home working عشان لازم ابقى نتطمن ان انت كنت وكملت صح يبقى احنا كده اولاد راجعنا على اهم الكلمات اللي موجودة في عنات سابن unit 8 وكمان عرفنا امتى نستخدم well وامتى نستخدم قاعدة if وكمان عرفنا ازاي نستخدم الimperative وفهمني يعني counter noun uncountable noun لو عندك ايه question اكتب لي تحت الفيديو هرد عليك اول طول اشوفكم الحلقة الجاية على خير دايما best wishes اتمنى لكم اعلى الدرجات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة